سوف نتكلم الآن على أهم فصيلة ABO اكتشافها العالم كارل لاندشتاينر طبعا هو والفريق الذي اشتغل معه كان سنة 1900 يبدأ الاكتشاف الفصيلة 1900 حصل لاندشتاينر على نوبل برايز في الفيسيولوجي والميليسن سنة 1930 على هذا العمل اكتشاف فصيلة مهمة جدا لالابي او لاندشتاينر حط قاعدة الانتجن لما يكون موجودة على الاربيسيس عمر ما يكون النفس الانتي بودي موجود في البلازما يعني لما يكون مثلا الانتجن اللي هو موجود على الاربيسيس يبقى استحالة يكون في الانتي ايه في البلازما ده في الظروف الطوعية لاندشتاينر والفريق بتاعه برضو حطونا القواعد الاساسية لعمل فصيلة الدم فصيلة الدم بناعملها زي ما هنشوف في الجزء العملي بطرقتين طريقة اسمها الـ Forward وطريقة اسمها الـ Reverse ترجمة نانسي قنقر